أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم شارقة قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة نادي شارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة خالد جاسم سيف المدفع وعضوية كل منه أحمد عبيد يوسف القصير أحميد خلفان سعيد الكندي أحميد علي حميد المهيري شيماء راشد سلطان بن طليعة طارق سعيد علاي النقبي طالب علي سالم الظهوري عبدالله سليمان الكابوري النقبي فهد أحمد عبدالله الخميري ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له وينتخب المجلس نائبا للرئيس توفقيا أو عبر الاقتراع السري المباشر وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجريد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو تجريد للمجلس المنتهي ترجمة نانسي قنقر